ترجمة نانسي قنقر من خلال التعاون ثلاثي للتنمية العلاقاتي بين اتحادات الغرف في الدول العربية وتركية التفاصيل في التقرير التالي شهد مقر الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية عقد الاجتماع المشترك الخامس للغرف العربية والغرف التركية بحضور بحريني فعال برئاسة السيد سمير عبدالله ناس رئيس اتحاد الغرف العربية ورئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين ورئيس اتحاد الغرف والسلع التركية رفعة اغلو وبمشاركة وزير التجارة والصناعة المصرية احمد سمير ورؤساء واعضاء مجالس ادارة الغرف والتحادات الغرف العربية اكد السيد سمير عبدالله ناس في كلمته امام الاجتماع اهمية تعزيز العلاقات التجارية العربية التركية وتطوير العمل عن طريق القطاع الخاص من انعقاد الاجتماع الخامس المشترك للغرف العربية والتركية لفرصة مهمة في بناء علاقات متينة بين العالم العربي والجمهورية التركية في حين اكدت كلمات الحضور على اهمية التعاون العربي التركي والتشارك في الصناعة والتجارة والزراع والنقل واللوجستيات والطاقة وغيرها من الفرص الواعدة للجميع مصر اليوم هي محور اساسي في هذا التعاون من خلال شراكة الحكومة والقطاع الخاص والتي فتحت ابوابها لشراكائنا من مختلف الدول العالم وثمن رئيس اتحاد الغرف العربية ورئيس غرف التجارة وصناعة البحرين السيد سمير عبدالله ناس الاجتماع وهدفه من دعم العلاقات العربية التركية توقع لتعزيز العلاقات التجارة والاستثمارية وتعزيز الاستثمارات المشتركة بين تركيا والدول العربية ونرى هذا التعاون وهذه النوع من المؤتمرات تعزز العلاقات وهناك توجه استراتيجي لتعزيز الشراكة مع تركيا في مجال الاقتصادي واشار ايضا الامين العام لاتحاد الغرف العربية الى الدور المهم للمرحلة القادمة بين تركيا والدول العربية والانتقال للتحارف الاستراتيجي بين الجانبين الرسالة اللي بنقولها للجانب التركي وبنقولها دايما وبنكررها نحن عايزين نحول العلاقة من مجرد علاقة تجارية بسيطة الى تحالف استراتيجي ما نبقاش فقط بنستهدف اسواق بعدنا البعض لكن نبقى بنبني علاقات ندخل بيها الى اسواق اخرى مختلفة وناقشت الجلسة العامة لفرص التعاون بين الدول العربية وتركيا اهمية دفع الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين لزيادة حجم التجارة البينية بينهما مشاركة فاعلة لمملكة البحرين بوصفها رئيس اتحاد الغرف العربية في الاجتماع الخامس المشترك للغرف العربية والغرف التركية بالقاهرة اكدت فيه اهمية تطوير العلاقات التركية العربية لدفع علاقاتهما الاقتصادية والتجارية في المستقبل الى الامام شكري عبد الحميد لتلفزيون مملكة البحرين القاهرة استرد سيد محمود بن راشد المطاني مدير الدائرة القانونية بهيئة حماية المستهلك في سلطنة يومان استرد تجربة السلطنة في مجال حماية المستهلك جاء ذلك على هامش المنتدى العربي الاول لحماية المستهلك 2024 احنا في سلطنة عمان قدمنا ورقة استعرضنا من خلالها تجربة السلطنة في مجال حماية المستهلك ونتمنى انها كانت اضافة لتتويج هذا النجاح وهذا التنظيم لمملكة البحرين كذلك تكلمنا عن التجارة الالكترونية وتنظيمها في سلطنة عمان من خلال اصدار بعض اللوائح لتنظيم التسوق الالكتروني وعمليات الاحتيال والغش والتقليد اللي يقوم بها بعض الاشخاص وكيفية حماية المستهلك من خلال هذه التجارب مع بقاء اسعار الفائدة على ارتفاع وتراجع الطلب على العقارات المكتبية في الولايات المتحدة يبقى السؤال هو هل السوق العقاري العالمية تقترب من ازمة جديدة؟ السيد نائل مصطفى رئيس التنفيذي لشركة جي اف اتش بورتنر يجيب على هذا السؤال دائما كان فيه لما تصير فيه ازمات في اسواق المال بشكل عام او السوق العقاري بشكل خاص دائما ما يكون وراها واحد من اثنين اما انه هو فقاعة او ببل من ناحية القيمة او الفاليو او انها تكون فقاعة ناتجة من عدم قدرة المستأجرين ان كانوا شركات او افراد او مؤسسات او على الوفاء بالالتزامات فمثلا الازمة العالمية اللي صارت في 2008 كانت ناتجة عن الاثنين كان في ارتفاع قيم او في نفس الوقت كانت ناتجة عن عدم قدرة قطاع كبير من ما يسمى بالمستأجرين بالوفاء بالالتزاماتهم الان الوضع نوعا ما مختلف مثل ما ذكرنا في قطاعات منها قطاع المكاتب تبدو على انها في وجه يعني مصاعب خلال السنتين او ثلاثة القادمة راح تكون كبيرة بسبة انخفاض نسبة الاشغال توجه المؤسسات بشكل عام الى اشغال المكاتب الحديثة نوعا ما او المتوفر فيها الامكانيات مقارنتا بالقديمة منها دخول عامل التكنولوجيا في كيفية استخدام المكاتب نوعية المكاتب عدد الناس الموجودين هذه كلها عوامل في الولايات المتحدة الامريكية وفي اوروبا فادت الى انخفاض نسبة الاشغال الى معدل ستين في المئة ومثل ما ذكرنا توجه المستأجرين البنيات الحديثة عن القديمة فيبدو ان هناك مصاعب راح تواجهها القطاع من ناحية قيم ومن ناحية امكانيات تمويل وعوائد خلال الفترة القادمة هل الامر ينطبق بنفس الدرجة على القطاعات الثانية؟ لا يعني في قطاعات ثانية مثل الذكرناهم السكن الطلابي العيادات الصحية المخازن اللوجستكس المراكز المعلومات الديتا سنترز هذه كلها قطاعات ما يسمى بالفندمنتلز او اساسيات الطلب متواجدة ومتواجدة بشكل قوي ولا يبدو ان هناك امكانية ضعف او تباطئ في الطلب على هالنوعية من القطاعات طلب من اي ناحية طلب من المستخدمين للوصول